تحياتي وأهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان حلقة اليوم تعويضية عن حلقة مباراة برشلون ريالس السودات زي ما أعلنت مبارح أنا بسفر قصير مش قادر أركز في المباريات فأفضل نقدم فيديو تعويضي نحكي عن قضية بتهم جماهير برشلونة بدل المباراة ومذكركم كالعادة إنه هذا الفيديو بيجيكم من قناة سلبي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها كمان خلال مشاهدتكم للفيديو لو أعجبكم المحتوى وكنتم مهتمين فيه اتركوا لايك ولو ما أعجبكم أيضا اتركوا لايك لأنكم أصحابي الضمانات المالية في إدارة نادي برشلونة اسمعنا الخبر لابورتا ممكن ما يصير الرئيس والله ممكن تنعادل الانتخابات إذا ما قدم مبلغ يقارب 124.6 يورو عشان ضمانات يكون رئيس النادي أول مرة بنسمح هذا القبر بهذه القوة فليش خلينا نوضح بالأساس قوانين الملكية في الاندي في اندي في العالم مملوكة لأشخاص شركات هذي ما حدا يدخل فيها هو بحط القانون وبعيش عليه وفي اندي مملوكة لسوق الأسهم للمساهمين بسوق الأسهم مثل جزء من بروسيا دورتموند وهنا بصير المساهمين لهم حق بجزء من الأرباح آخر السنة وبنفس الوقت بصيروا يصوتوا على القرارات الاستراتيجية للنادي وبصيروا ممكن يضغطوا لتغيير مجلس الإدارة في فترات معينة لكن بالعادة مجلس الإدارة هناك بتعين حسب المساهمين الأهم والأكبر أيضا في نوع الثالث من الاندي الاندي المملوكة من الجماهير للعلم هذي الحالة مش بس في إسبانيا يعني مثلا في الارجنتين قوانين كورت القدم هناك ابتمنع أي شخص يمتلك نادي لأن الاندي لازم تكون ملكية جماهير دائما فكل أنديت الأرجنتين هي مملوكة للجماهير في البرازيل رغم أنهم عملوا قانون مطلع التسعينات حرروا الموضوع وقالوا بإمكان المستثمرين يملكوا أندي وعشان هيك ردبور راح تشترك نادي مثلا في البرازيل كان الجواب من الناس أنه لا إحنا بدنا أنديت نظر ملكية جماهير فأهم 12 نادي في البرازيل حتى اللحظة وأكثرهم شعبية مازالوا ملكية جماهير في إسبانيا عام 1990 وجدت الحكومة أنه الأندي صارت مصدر إنفاق رهيب عليها ووجع راس سوء إدارة أموال خسائر لكل الأندي تقريبا كل أنديتهم بكرت القدم وما غيرها على شفل إفلاس ومحاش فلوس ولا الحكومة مضطرة تدفع قالت هذا ما بيوفي معي أبدا أنا مش حقدر أصرف على الرياضة بهذا الشكل المجنون غير المستدام وعمرها رياضتنا ما حتتطور لو ضلينا الحكومة اللي هي اللي تدفع فقالت أنا من يوم طالع بدي أروح لما يشبه الخصقصة والأندي رح تتحول لشركات من يوم طالع اعترضت بعض الأندي قالت يا أخي ما بصير إحنا أندي تاريخيا نمثل العمق العرقي والعمق السياسي للدولة زي بلبا وبرشلونة وريال مدريد فوصلوا لاتفاق الأندي اللي آخر أربع سنين ما حققت أي خسائر هذه الأندي اللي بتظلها مملوكة للجماهير لأنه معناها ما عادل أن الدولة مضطرة تصرف عليها وهون لما عملوا هذه الحسابات وجدوا أنه هناك أربع أندي في إسبانيا بس عام 1990 كانت مش محقق خسائر في السنوات الأربعة الأخيرة وهذه الأندية اثنين منعرفهم ريال مدريد وبرشلونة والتالت أثرتك بلباو أما الرابع فهو أوساسونة فقالوا أنتوا خليكم مملوكين للجماهير واضح أنه جماهيركم بتحبكم واضح أنه عندكم رعاتكم اللي بيخلوكم موقفين على رجليكم فكملوا بملكية الجماهير بس لما نيجي نقول ملكية جماهير معناها هذه أصبحت أموال عامة هذا أول شيء ومعناها أيضا أنه هذه الأموال العامة لازم تنصرف بشكل طبيعي حتى ما تتعرض للفساد والسرقة زي ما بيصير دائما بالأموال العامة هذا أول شيء تاني شيء معناها عضوية هاي الأندية صارت صعبة ليش؟ لأنه تحول كل عضو فيها إلى مالك في النادي وصاحب صوت لرئيس النادي وعلى القرارات الاستراتيجية في النادي فعضوية هاي الأندية دائما أنك تدخل فيها وتصير عضو مشارك وفعال مش بسهولة عضوية أي ناري آخر والشيء الثالث اللي بتعنيه أنه الأندية ملكية جماهير أنها الأندية يغير ربحية الأندية تصرف فلوسها على نفسها على المدينة اللي محيطة فيها يعني ببساطة برشلونة لو دخل مليار مش مطالب يعمل أرباح مئة مليون هذه الأرباح المئة مليون ممكن يستخدموها حتفهموا ليش الآن لما نشرح أكتر فكرة الضمانات المالية بس برشلونة مش مطالب يعمل أرباح مئة مليون والمئة مليون لو ربحهم ما بروح يوزحهم على الناس بالعكس برجع يستثمرهم توسية ملعب تطوير مرافق نادي ربما حتى تبرعات للمدينة اللي بينتمي لها إذن ثلاث أشياء أهمهم إنها أموال عامة وفي النهاية الأعضاء بيختاروا رئيس نادي عشان يمثلهم في إدارته ويكون هو أحد الملاك من المالكين هو مجرد موظف في نظر هذه الجمعية العمومية بيجي رئيس النادي بيختار مجلس إدارته بيقولوا إحنا بدنا ندير النادي فبيجي يقولوا لهم استنوا شوي أنتوا معكم مئات الملايين شو لو دمرتوا النادي مين بدو يرجع يقوم منها لعرجلها كيف ننضمن إنه ما يجينا رئيس يقولنا شكراً أنتوا والنادي كله السلام عليكم ففي عام 1990 في القانون اللي تكلمنا عنه في البداية جاءت فكرة إنه لابد من تقديم ضمانات مالية تضمن إنه رئيس مجلس الإدارة الجديد ومجلس إدارته أيضاً معهم أموال كافية يعودوا عن أي أخطاء قاموا فيها وهون جاءت فكرة إنه الضمانات المالية لازم تكون 15% من دخل النادي السنة الماضية عشان هي كان مطلوب من لابورتا ما يقارب 124.6 مليون يورو كضمانات مالية طب شو فائد كضمانات مالية هاي؟ ممكن البعض يعتقد الموضوع له علاقة بالربع والخسارة إنه لو خسر لازم يدفع منها لا الموضوع له علاقة بتحقيق الأهداف مقابل الميزانية يعني بعض الآن دي تقرب ميزانية بخسار ومنهم برشلونة الآن في زمن كورونا أعتقد أقرب ميزانيته على خسارة 150 مليون يورو أوكي الجمعية العمومية الأعضاء هدول اللي هم انتخبوا الرئيس واللي هم ملاكي النادي فعلاً وافقوا على أنهم يخسروا 150 مليون يورو السنة أخر السنة لو لقوا أنه النادي خسران 160 مليون يورو في 10 مليون الزيادة هنا مندخل في مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة التبرير لازم مجلس الإدارة يشتبع مع الجمعية العمومية ويشرح لهم ليش صار هيك شو الأخطاء اللي أدت لهيك فلو أقنعوهم بصير التصويت أنه خلاص إحنا بنعمل تحديث للميزانية ومنقبل هذا التبرير بنعمل ما يسمى أو أنه مراجعة الميزانية هذا الجزء الأول لو ما أقنعوهم بكون فيه 10 مليون لازم ينحطوا في خزينة النادي فبروحوا بيأخذوهم من 124 مليون يعني هادي وديعة مالية وللعلم هادي الوديعة مالية تنحط عن جد كاش في البنك وتتخذ الأوراق إنها وديعة وبسلموها لرابط الدوري الإسباني واللي بتختم وبتوقع وبتقول اوكي اعتمدنا الرقم المطلوب صيروا رؤسانة هادي ولو رفضت بتنعاد الانتخابات ليش ما بنسمح هيك في ريال مدريد لانه بريال مدريد العكس الضمانات المالية تقدم قبل الترشح وليس بعد الفوز في برشلونة بعد الترشح وبعد الفوز فبالتالي بريال مدريد ما حت تسمع إنه واحد فازه محوظ ضمانات لأنه أصلا ما ترشح إلا لما قدمها طب ليس صار الوضع الآن في برشلونة فيه ثلاث أسباب السبب الأول اللي بيسمع عن وضع برشلونة المالي المعقد الديون يعني فبقول لك هذا النادي مش هقدر أتحرك فيه فليش أنا مقدر أحط فلوسي مع هذا النادي وبعدين يروح عليه لأنه يبدو النادي عم بنهار ماليا أو متآكل ماليا عنده مشاكل المعقدة ماليا فما أحطخل فيه شي التاني أكيد اسمعته بواحد اسمه إخواني جيرو الرجل هذا كان مع لابورتا وكان رايح عمجلس إدارة لابورتا وللعلم عشان أوضح فلوس الضمانات المالية ما بيقدمها لابورتا واحده بيقدمه هو ومجلس إدارته إذن هذا الرجل كان رايح وكان معه بمنات مالية كبيرة بيتفعها لكن لما اختلف مع لابورتا على السلطة اللازم تكون بإيده وقال له أنا أدفع فلوس كتير وحطهم بالبنك ويروحوا علي عشان أنت تدير غلط لا أعذرني أنا دافع تغطيني باور معين فلابورتا قال له لا أنا غيرت كلامي عنده أعطيك كلامي قال له أكار منسحب فلما انسحب انسحب بوقت ضيق فعشان هيك الأخبار كبرت وطلعت بسرعة إنه ممكن لابورتا ما يلحج يقدم الأوراق في الوقت المناسب إنه معه ضمانات مالية هذا السبب الثاني السبب الثالث إنو احنا بزمن كورونا زمن عدم اليقين زمن اللي مش عارف الناس سنجاحة فيه جمهورة فيه جمهور طب لو رجع الجمهور ويجع كورونا مرة ثانية حشو عن عمل حتروح فلوس لمرة ثانية فالكل قال لك لا استنى حالة عدم يقين الحالة عندهم اليقين الفلوس بتخاف بترجع لورا ثلاث أسباب خلونا نسمع بالخبر لأول مرة طيب ممكن من الأسئلة المهمة الأخرى ليش أنا كشخص غني عندي شركة أروح من جن وحط فلوسي عشان أدخل مجلس إدارة برشلونة لأنه فعليا أنت بتشتري المقعد في مجلس إدارة برشلونة زي ما شفنا في اللي أنقضوا لابورتا بالأخير دفعوا فلوس ودخلوا مجلس إدارة هنا الفكرة إلها علاقة بأساس ملكية الأنديح حاليا في العصر الحديث الأساس هو العلاقات العامة العلاقات مع الناس القويين في العالم العلاقات مع المستثمرين الكبار في العالم أنت لما تملك عضو مجلس إدارة برشلونة أنت حتقابل على الأغلب عضو مجلس إدارة في مايكروسوفت وعضو مجلس إدارة في أمازون وعضو مجلس إدارة في طيران كذا وطيران كذا وشركة كذا وشركة كذا حتفتح لك أفق كبيرة استثمارية في العالم حتقابل رؤساء دول مسؤولين اقتصاديين وزراء سياحة في كل العام حتصير عندك شبكة علاقات كبيرة حتقول هل هذه ثمنها أخسر خمس مليون؟ حتفحهم لأنه بالاستثمارات اللي ممكن أعملها أطلع أكثر منهم إذن باختصار الضمانات المالية تقدم لحماية أموال الملكية العامة الموجودة في نادي برشلونة الضمانات المالية لا تتعلق بربح وخسارة النادي آخر السنة تتعلق بتحقيق النادي أهدافه مقابل الميزانية اللي أقرتها الجمعية العمومية وأي تقصير أمام هذه الميزانية تأخذ من الأموال اللي في الوديعة هذه إذا لم تبرر للجمعية العمومية في إسبانيا أربع عندي هيك بس وفي برشلونة تقدم الضمانات بعد الفوز في ريال مدريد قبل الترشح عشان هيك في حالة مختلفة والمطلوب دائما 15% من دخل السنة الماضية هذه هي القصة البساطة للضمانات المالية حماية فلوس النادي عشان ما يجي واحد مجنون يحرق كل فلوس النادي عشان يفوز بكرت القدم ببطولة وبعدين يقول لهم أنا آسف أفلست بس مبروك عليكم خذوا دور الأبطال احتفظوا فيه بنوصل لنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابوني على قناة سيلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة